كمام طيب هنا برضو يعني لما تتعاملوا مع العالات المصابة ازاي تجنبتوا العدوى ازاي بتروحوا البيت فيه مصابين ومحجورين في البيت وتحطوا الأكل ازاي اي هي الاجراءات اللي خدتوها عشان تتجنبوا العدوى طبعا كنت بنبع على المتطوعين يعني كان فيه معسا معنا متطوعين ان هم لازم يلابسين الماسك الماسك لابسين دبل ماسك لابسين فيس شيلد ولابسين البلاوز ما يحاولوش يلمسوا اي حاجة ولو لمسوا اي حاجة يقلعوا ده مفروض ده يبقى حتى روتين مش بس يعني اصلا ممكن يبقى فيه حد حولها مصاب ورا ما عرفش فده الروتين اللي مفروض يعني ردي نتبعه كلنا اليومين دول الهنجل كنا بنحاول نوفر لهم مثلا الهنجل كحول يعني وعيين شوية ان هم ما يلمسوش اي حاجة طبعا ممنوع تماما دخول اي بيت تماما تماما عند عتبة الباب عند عتبة الباب وهما الناس مقدرة جدا ومتفهمة بالتليفون احنا متطمن عليكم محتاجين اي حاجة والله كان فيها اسم مطوعيني الجميلة حد يقولهم طبعا انا مثلا عايز محتاج كذا كان يروحوا يشتروا هالو ويحطوا هالو مع الوجبات فطار محتاج بيد محتاج طب ادوية طب كذا فكننا يعني بنحاول نوفر لهم ده عشان ما ينزلوش على قد ما نقدر حد عنده يعني وسيلة في الأسانسير وهو يسحب الأسانسير كده يعني صح لا